معارك عنيفة تدور على بعد 20 كم من الرقة معقل تنظيم الدولة في شمال سوريا بين عناصر التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية تحالف الفصائل الكردية والعربية المدعوم من واشنطن وسمع في قرية بير فواز الواقعة إلى الشمال من الرقة دوية المعارك الدائرة بين الطرفين بينما قسف مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية مواقع لعناصر التنظيم في قرية المعزيلة المجاورة بنيران مدافعهم الرشاشة تبعد هذه القرية حوالي 20 كم من مدينة الرقة لذلك يعتبر موقعها استراتيجيا وهي تضم أعدادا كبيرة من علاصر تنظيم الدولة تحصن فيها لذلك تشهد هذه القرية اشتباكات عنيفة وهي مستمرة حتى الآن أدت إلى مقتل عدد كبير من عناصر التنظيم وشهدت طائرات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة وهي تشن غارات عدة على مواقع لعناصر تنظيم الدولة في المعزيلة وكانت قوات سوريا الديمقراطية أطلقت هجوما لاستعادة الرقة من الشمال ومنذ بتئ هذا الهجوم تمكنت هذه القوات من السيطرة على 12 قرية تقع شمال الرقة وفي الشمال الشرقي للمدينة كنا نتوقع هجمات لتنظيم الدولة خصوصا في قرى استراتيجية بالنسبة لهم مثل السويدية الكبيرة وكذلك قرية حمران وقرية وديان وبعد سيطرتنا أخيرا على هذه القرى الثلاث قطعنا كل إمدادات التنظيم المتجهة إلى سد الطبقة وضيقنا الخناق على القرى حيث تتركز نقاطه الدفاعية وكان متحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة أكد في وقت سابق أن الرقة التي تعتبر عاصمة التنظيم في سوريا ستصبح قريبا معزولة عن بقية العالم ترجمة نانسي قنقر